سلام عليكم جميع اشكرك يا ابونا انت تدينا فرصة عشان نكمل الموضوع بتاع المرة اللي فاتت كترخيرك احبيتك وتعوضعك كبير ابنامة ربنا نكمل المحاضرة اللي كنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت افكركم بسرعة كده كنا بنتكلم في ايه احنا كنا بنتكلم في تاريخ العهد القديم التسلسل الاصفار والاحداث والفترات الزمنية وكنا اتكلمنا ان شروح الكتاب المقدس اسموا الفترات الزمنية بست فترات زمنية اه هشيارها لحضراتكم دلوقتي عشان نتبه مع بعض اه احنا قلنا في 6 فترات زمنية بتبتدي بالخليقة وتنتهي بدخول ارض مصر بسفر التكوين الحجبة التانية بتتكلم عن الخروج لحد سفر القضاء بعد كده الحجبة التالتة بتبتدي لما سامويل مسح شاول ملك وسميناها المملكة الموحدة اهل عصر شاول وداود وسليمان بعد كده الحجبة الرابعة في انقسم المملكة ايام ابن سليمان اللي كان اسمه راحب عام وانقسمت المملكة المملكة جنوبية فيها سبت يهوزة بن يمين وملكهم راحب عام وقلنا دول فضلوا جنب الهيكل جي منهم 19 ملك من نسل داود لحد لما انتهوا بسابي بابل والمملكة الشمالية كانت بقى العشر اصباط وملكهم كان يا راحب عام اللي كان عبدالسليمان وانشك بالمملكة ودي كانوا 19 ملك وكانوا كلهم اشرار وانتهوا بسابي اشور وهنا دي مملكة الشين ودي كانت سنة 722 قبل الميلاد ودول ما كانش ليهم قومة تانية لكن ربنا قد بالشعب بتاع المملكة الجنوبية لانهم كان لسه فيهم رجاء وفيهم امل ان منهم سبت يهوزة اللي هيجي من المسيح فرجعوا تاني من السابي بعد سبعين سنة ورجعوا على ثلاث مراحل زي ما السابي كان على ثلاث مراحل ورجعوا على ايد البنيين التلاتة اللي قلنا عليهم زاروب بابل مرحلة الاولى اللي بنا الهيكل وتاني واحد كان عزرة اللي هو جمع الشريعة وبنى النفوس وتالت واحد نحمية اللي جي وبنى السور وفضل يحكم الشليم حد سنة 444 تقريبا قبل الميلاد وبعد كده هندخل في الحجبة الستة اللي هنتكلم فيها النهاردة اللي هي مرحلة الامم المتعددة عزرة نتكلمنا على نبوة ارمية لما قال ان السابي هيجي سبعين سنة عشان الارض تكمل ثبوتها وشوفنا موضوع ثبوت الارض في لاويين 25 والنهاردة هنكمل حكاية الامم المتعجبة اللي حصل بعد لما ارشاليم اليهودية او سبت يهوزة رجع من السابي وبعد نحمية الشعب فضل متماسك بربنا ايام زروبابل وايام عزرة وايام نحمية وبعد كده بقى يقوم قائد في الشعب بيبقى هو اللي بيحكم في الشعب بيبقى ليه سلطة دينية وسلطة مدنية وعشان نفتكر قلنا الشعب اللي سبى يهوزة كان اسمها مملكة بابل ايام نبوخص نصر ودي قامت لمدة 70 سنة تقريبا اللي هي مدة السابي وفي اخرها انتصرت عليهم مملكة ماديو فارس وقامت المملكة الفارسية في عهد كورش الملك اللي هو اطلق نداء بعودة السابي عشان نفهم الامم المتعجبة كويس عايزين نقرأ مع بعض سفر دانيال اللي صحيح التاني من آية 31 ودي حصلت لما قلنا ان دانيال كان من اوائل الناس اللي راحوا في سابي بابل في المرحلة الاولى والملك خد ساعتها الملك نبوخص نصر اخد من النسل الملكي احسن شباب لقاهم وكان من ضمنهم دانيال والفتية الثلاثة عشان يعلمهم لغة الكلدانيين اللي هم البابليين وبعد كده يبقوا وزراء في مملكته علشان يقدر ينمي المملكة بتاعته فدانيال كان في السابي والملك نبوخص نصر ساعتها شاف رؤية وطلب من السحرة والمجوس اللي عنده طلب غريب جدا ان هما يشرحوا له الرؤية ويشرحوا له التفسير فالحكماء والمجوس اللي عنده والسحرة قالوا له محدش طلب كده قبل كده لازم تقول لنا الرؤية ما احنا قولك التفسير قال لهم لا المرة دي بقى تقولولي انتوا الرؤية وتقولولي التفسير عشان اعرف ان التفسير ده مصبوط انت ممكن تقولوا اي كلام وتتفقوا عليه بس طبعا السحرة معرفوش يعملوا كده فالملك نبوخص نصر امر ان هما يتقتلوا كلهم ولما امر ان السحرة والمجوس يتقتلوا والوزراء امو جابوا دانيال والفتية الثلاثة عشان يقتلوهم ولكن دانيال طلب انه يعرف المشكلة من الملك ودخل الملك وطلب مهلة ثلاثة يام انه يصلي انشاء ربنا يكشف له وفعلا ربنا كشف له في مدة ثلاثة يام ورجع قال للملك على الرؤية وقال له على التفسير كلام ده هنلاقيه في دانيال فالحجر بغير يدين فضرب التمثال عنده قدميه موات اعطاك مملكة واكتدارا وسلطانا وفخرا تكسر تسحك وتكسر كل هؤلاء وبما رأيت القدمين وفي ايام هؤلاء الملوك يقيم اله السماوات مملكة لن تنقرد ابدا وملكها لا يترك لشعب اخر وتصحك وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت الى الابد لانك رأيت انها قد قدع حكر من جبل لا بيدين فصحك الحديد والنحاس والخذف والفدة والزهر الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين مجدا للسلوس الكدوس اله طب احنا اخذنا الجزء ده لما جونا اشرح لنا سفر دانيال ايام كوفيد وشرحها بالتفصيل الرؤية دي وفيه رؤية تانية في اصحاح سبعة شافها دانيال نفسه يعني رؤية التمثال دي شافها نبو خزنصر ودانيال شاف رؤية تانية عبارة عن حيوانات زي ما احنا شايفين في الصورة اسد مجنح قوي وله قلب انسان والحيوان الثاني كان دب وفبقه تلات اضلع الحيوان الثالث كان شبه النمر له اه اربع رؤوس ليه اجنحة والحيوان الرابع حيوان هائل اه حرفش يوصفه وقال انه ليه عشر كرون عشان ما انتوفش من بعد باختصار الرؤيتين دول ربنا بيبين لدانيال وبين ان ابو خزنصر الاحداث اللي جايه واللحظ هنا في تعبير دانيال للمالك ان في اله في السماوات اذا كنت انت مالك انت مالك ملوك ربنا اداك مالك ولكن في مالك اعظم وقال له اله السماوات قال لك الحلم وتعبيره وقال له على اربع مالك اول مملكة فيهم كان هو نفسه اللي هي كانت مملكة بابل ودي بيرمز لها بالراس الدهب في دانيال اتنين زي ما قرينا وبالاسد اللي ليه اربع اللي مجنح وليه قلب انسان في دانيال صلاح وقال له بعدك هتقوم مملكة اللي هو الصدر النحاس صدر ودرعان من فضة مملكة مادي وفارس والمملكة دي هتقوى على مملكة بابل بعد نبو خزنصر ثالث مملكة هتقوم اسمها مملكة اليونان ودي رمز لها بالبطن والفقدان اللي من النحاس والمملكة الرابعة الدولة الرومانية اللي فيها ساقين الحديد ودي اللي هيجي ايامها المسيح هما دول الاربع ممالك اللي تعاقبوا بعد مملكة بابل عشان ما ننساش ونرجع نراجع تاني قلنا قبل مملكة بابل كان فيه مملكة اسمها مملكة اشور دي اللي قامت الاول مملكة اشور دي راح تثبت المملكة الشمالية العشر اسباط وقلنا فرقتهم بين الشعوب وجابوا شعوب من الممالك بتاعتهم وسكنوهم مكانهم وقلنا من هنا نشأت العداوة اللي بين السامرة وبين ارشالين او بين السامرة وبين اليهود لان السامرة يعتبر مش يهود خلصين ده ده يهود متخلطين يعني اجناس كتير في قلبه بعض وضلوا كتير في العبادات الوسانية عشان كده كان اليهود يحتكرهم جدا فقامت مملكة اشور ثبت المملكة الشمالية بعدها قويت عليها مملكة بابل فراحت مملكة اشور خلاص بقى نبوخز نصر هو الملك بتاع الارض وده ثبت المملكة الجنوبية على ثلاث مرات زي ما قلنا وربنا بقى اعلن لدانيال اللي هيجي بعد مملكة بابل هتقوم مملكة مالي وفارس وده اللي حصل ايام ابن نبوخز نصر اللي اسمه بالشصر لما حب يشرب خمر في قانية الهيكل وبعد جابها وده كان في الليلة اللي ظهر فيها الكتابة اللي اراها له دانيال وزنته بالموازين فوقه جدا ناقصا ودخل في اليوم ده كورش مالك مالي وفارس وانتصر على المملكة البابلية ودانيال ساعتها شرح لكورش النبوات وكورش فهم ان ليه رسالة عند ربنا فاطلق نداء ان شعب اليهود يرجع للارض بتاعته المملكة اللي قال له انها هتقوم بعد مملكة فارس مملكة اليونان ودي هنشوفها ودي هتقوم ايام الاسكندر الاكبر وبعد مملكة اليونان هتقول الدولة الرومانية هتقوى برضو على العالم كله ودي اللي تهمنا ان هيجي في زمانها المسيح دي صورة توضحية بتبين المقابلة بين اجزاء التمثال والحيوانات التواريخ مش مهم قوي بس لازم تعرفوا احنا فين من المسيح لان احنا كل اللي احنا بنمشي فيه ده عشان نعرف احنا فين من المسيح مملكة بابل قامت تقريبا سنة 626 قبل الميلاد وقلنا ابتدت سابي ارشاليم سنة 606 كان مرحول الاولى مملكة ماديو فارس قامت 539 اللي بعدها تقريبا بتلت سنين ابتدى زربابل يرجع سنة 536 ودي الفوج الاول من الرجوع اليونان قامت بقيادة فليب المجدوني وابتدى يعمل مملكة وبعد كده قام ابنه الاسكندر وحد بلاد اليونان ومنها انطلق يغزو العالم كله وهزم مملكة فارس واستحوذ على الارض كلها كان سنة 330 قبل الميلاد تقريبا واستحوذ على العالم كله في فترة تقريبا 10 سنين هنجيله بالتفصيل بعد كده وبعد كده قامت مملكة الرومان على اه في ايام يوليوس كايسر كان سنة 63 تقريبا قبل الميلاد لاحظوا ان احنا عمليين نقرب جامد من السيد المسيح الاسلايد ده هيدينا ملخص سريع كده ان المملكة اللي قامت في الاول اللي اسمها اشور قلنا كانت عاصمتها نينوة وسابت اسرائيل مملكة الشمالية وبابل عملت سابي يهوزة على ثلاث دفعات والسابي قعد سبعين سنة ماديو فارس كان ملكها كورش الملك اللي سبح بالعودة والعودة ابتدت على ثلاث مراحل ايام كورش سمح بعودة زاروب بابل لبناء الهيكل وبعد كده ايام ارتحشيستا الاول وارتحشيستا التاني سمح بعودة عزرة ونحمية زي ما اتكلمنا الدولة اليونانية قامت بكيادة الاسكندرية الاسكندر الاكبر وهزمت امبراطورية فارس زي ما قلنا سنة تلتمية وتلاتين ميلاديا او تلتمية وتلاتة وتلاتين ميلاديا ومن ضمن الممالك اللي استحوزت عليها كانت هي قرشاليم او اليهودية ودول الحتين احنا هنركز عليهم هنركز احنا اليهودية فين ومصر فين بعد الاسكندر الاكبر ممات مورسوش ابنه ابنه كان لسه صغير كان كانت جاوز وخلف ابن صغير اتقاتل في مؤامرة وبعد كده الكوات بتوعه قسموا الامبراطورية بتاعته على اربعة اربعة من القادة بتوعه يمنى منهم بطليموس اللي ملك مصر واحد اسمه سلوكس ملك سوريا وقرشاليم او اليهودية كانت تتبع سوريا ولكن في الوقت ده مصر ما كانش ليه على حدود الجغرافية اللي احنا عارفينها دلوقتي فكان دايما فيه حرب بين بطليموس وسلوكس بطليموس يغزوا سوريا ويغزوا اليهودية وتبقى تابعه فترة من الزمن سلوكس والناس اللي بعده يغزوا مصر ويقدروا يغزوا اليهودية منه ويقدروا يخشوا شوية في حدود مصر اللي احنا عارفينها الجزئين التانيين مكدونيا اللي هي بلاد اليونان نفسها واسيا الصغرى اللي هي تركيا دول ما يهموناش قوي عشان احنا مركزين على مصر وسوريا اللي هي كانت تبع اليهودية تبع سوريا اتنقلت كده اليهودية بدلا ما هي كانت تبع بلاد فارس كانت تحت حكم فارس بقت تحت حكم المملكة اليونانية من اول سنة تلتمية وتلاتين تقريبا وابتدوا الملوك اليونان يتعجبوا عليها لحد لما وصلنا الواحد اسمه انتيخوس ابي فانوس انتيخوس ابي فانوس ده كان تقريبا سنة مية ستة وستين تقريبا قبل الميلاد في القرن التاني قبل الميلاد وده ازل اليهود ما كانش يحب شعب اليهود وازلهم جدا ومع الاسف الناس اللي يحكموا على اليهودية بعد نحمية لان كان مدينهم زي حكم زاتي يقيموا واحد من عندهم يحكموا ويبقى ليه سلطة مدنية وسلطة دينية ايام الملك انتيخوس ابي فانوس ده كترة المؤامرات وابتدوا ناس يروحوا لانتيخوس ابي فانوس يدولوا فلوس عشان ياخدوا رئاسة الكهنود الكلام ده هنلاقيه موجود في سفر المكابيين الاول والتاني وده من الاصفار القانونية التانية المهمة جدا اللي بتحكي فترة فترة المكابيين المكابيين دول ناس ظهروا ايام حكم انتيخوس ابي فانوس لحد قبل انتيخوس ابي فانوس دول كان اليهود ملتزمين بالشريعة اللي سلمها لهم وجمعها لهم عزرة وكان عندهم الهيكل اللي بناها زرب بابل وكانت ارشاليم ليها سور اللي بناها نحمية وكانوا ملتزمين جدا بالعبادة اليهودية لما جاء انتيخوس ابي فانوس حاب يخلي الناس دول متأغرقين يعني يخليهم شبه اليونان فابتدى يدخل بقى حاجات غريبة جدا جوا شعب اليهود ابتدى يعمل لهم مصارح والمصارح دي مكتوب للألعاب الأولمبية الألعاب الأولمبية زمان ما كانتش زي الألعاب الأولمبية اللي احنا فاهمينها دلوقت الألعاب الأولمبية زمان كانت كلها عري يعني كانت الناس يتعروا ويلعبوا ويرقصوا كده قدام بعض فهو كان عايز ينشر التعليم ده وسط اليهود وفيه ناس بالفعل انصاقوا ليه لان كان بيعين رئيس الكهنة بالفلوس ما كانش بقى رئيس الكهنة بييجي من عيلة او من سب تلاوي زي ما هو كان معروف لا كان الموضوع بقى متلغبة خالص في الفترة دي وعن تيخس ابي فانوس عشان لقى الشعب متقرب جدا من ربنا ففكر في افكار شريرة جدا ان هو يدنس الهيكل بتاعه فان دخل الهيكل وقام دابح خنزير على الهيكل ودابح عبادات وسنية وحطت مثال لزيوس الاله بتاع اليونان جوه الهيكل ودي كانت حاجة فظيعة جدا عند اليهود واليهود ساعتها انقسموا لجزئين جزء ابتدى ينصق للعبادات اليونانية وللعب وللزنة الانتشر في الفترة دي وابتدى ان تيخس ابي فانوس يعمل قوانين ان الناس تاكل من الخنزير اللي كانت محرمة وتاكل من زباح الاوسان اللي كانت محرمة وكمان منع الختان والختان كان عندهم طبعا حاجة مهمة جدا لان دي علامة العهد بين الله والانسان من ايام ابراهيم فمنع الختان وطبعا لان الالعاب الأولمبية دي كلها عري فكان بيعرف مين اللي مختتن ومين اللي مش مختتن هات ايام صعبة جدا درجة ان هما كانوا بيقتلوا الناس في الشارع اللي ملتزم بالختان يتقتل اللي تخلف اولاد وتختانهم تتقتل وفيه فزائع مكتوبة في سفر المكابيين ياريت نقراها عشان نعرف ان اليهود عانوا جدا في الفترة دي وفيه قصص استشهاد قوية جدا موجودة في سفر المكابيين التاني ياريت نقراها لانها قصص قوية بتبين قد ايه الشعب اللي كان متمسك بربنا فعلا كان ليه رجاء في الابدية كان زيه زي الشهداء بتعنى بالزبط واحدة زيها زي ست رفقة والام دولاجي شافت ولادها بيتعذبه قدامها ولادها كان عقوية جدا واحد شيخ كبير قتلوه لانه مرضيش يأكل من زباح للأوسان فواحدة ست ختنت ولادها عشان تحافظ على الشريعة قتلوا اتنين ستات قتلوا قتلوا ولادهم ولفوا بيهم البلد كلها ورموهم من فوق الصور كان حاجة صعبة جدا اضطهاد كان فضيع جدا الاضطهاد ده تقريبا قاعد بما يقارب اعتقد ست سنين خمس لست سنين تقريبا في الفترة دي بقى ظهر كاهن اسمه متاتيا الكاهن ده شخصية محورية جدا متاتيا الكاهن ده رفض الممارسات اليونانية ورفض يسبح للأوسان ولما مندوب الملك او رسول الملك جي البلد بتاعته وقف ضده ولما واحد جي يبتدى يقرب زبيحة من الخنازير على حسب اوامر الملك اما تاتيا ده ام اتلوا وام اتل رسول الملك واعلن صورة سموها بعد كده بصورة المكابين وقال اللي هيلتزم بشريعة الهنا ويلتزم بعهد الهنا ييجي معايا نطلع على الجبل وفعلا في ناس كتير تلموا حواليه من الملتزمين بالشريعة وابتدى انتيخوس ابيفانيس يطارد الجماعة دول والكلام ده كان تقريبا سنة 166 ميلادين ايه سوريا 166 قبل الميلاد قبل المسيح ماتاتيا الكاهن مات وكان ليه خمس اولاد اشهرهم واحد اسمه يهوزة المكابي يهوزة المكابي ما كانش الابن الاكبر لماتاتيا كان رقم 3 ولكنه كان قوي جدا وليه فكر وكان لقبه المكاب عشان كده سموا السورة باسمه يهوزة المكابي او يهوزة المكابي ودي هنلاقيه هنلاقي القصة بتاعتهم في مكابيين الاول المكابيين دول اللي بتدوا يكونوا جيش وابتدوا يقاوموا انتيخوس ابيفانيس ويقاوموا الرؤساء بتوع اللي كانوا بيجوا عشان ينفزوا امر الملك ويحاولوا يحربوا السورة دي وفي تعريبا فترة تعريبا عشرين سنة ابتدى يهوزة ينتصر انتصارات متتالية على اليونانيين وبعد كده طهر المسبح طهر الهيكل وطهر المسبح اللي اتدبح عليه الاوسان وبنى مسبح جديد وعمل عيد في اليوم ده اسمه عيد التجديد عيد التجديد ما كانش من ضمن العايدة اليهودية لحد الوقت ده وده هنلاقيه موجود في جيه ذكره في انجيل يوحانا لصحة العاشر ان المسيح دخل جيه ارشاليم وكان ايام عيد التجديد لو دورنا عيد التجديد في العايد الهديم مش هنلاقيه غير في سفر المكابيين اسناء الفترة الصعبة دي ظهر كسمين من اليهود جماعة اسمهم الحسيدين ومنهم طلع الفرسيين وفي جماعة تانية اسمهم القاسينيين ودول كانوا ناس محافظين جدا على الشريعة اليهودية القاسينيين دول خدوا سلك زي سلك الرهبانة كده والتعبد والزهد ودول عارفنا بيهم اكتر لما اكتشفت مخطوطات كمران اللي هي في اليمن ولقوا فيها مخطوطات من الكارن التاني لقبل الميلاد وابتديني عارفنا عن جماعة الاسينيين دول اللي هم حافظوا لنا على التراز ده خلينا نركز في جماعة الحسيدين اللي تلع منهم الفرسيين ودول اصلا في بدايتهم كانوا جماعة دينية معتدلة كانوا بيحافظوا على الشريعة ورفضين مبدأ العبادات اليونانية اللي دخلت وفي جماعة تاني قامت قيدوا التطور اليوناني بسمهم المتأغرقين متأغرقين جاية من كلمة اغريق الاغريق اللي هم اليوناني فمتأغرقين عايزين يبقوا زيهم ودول اللي بتدوا يمرسوا الألعاب والخلاعة ودول طلع منهم جماعة اسمهم الصدوكيين الصدوكيين طبعا سمعنا عنهم كتير في العهد الجديد هنجلهم لما نيجي نتكلم عن الفترة اللي كان فيها المسيح ننجح كده حاجة قلناها المرة اللي فاتت قلنا ايام السبي ظهرت فئة اسمها فئة الكتبة دي ما كانتش موجودة قبل السبي دي ظهرت في السبي كمحاولة ان هم يحفظوا الشريعة والتراص لان لما نبخز نصر دمر الهيكل دمر كل كتب الشريعة اللي كانت موجودة فظهرت فئة الكتبة من اللويين عشان يحفظوا على الشريعة لابا كده سمعنا عن الكتبة عرفنا انها ظهرت ايام السبي فترة اللي بعد السبي فترة المكابيين والحكم اليونان ظهرت جماعة الفرسيين وكانت في بدايتها جماعة معتدلة وبعد كده في نفس الوقت ده ظهرت جماعة الصدوقيين ودول كانوا بيؤيدوا التصرفات اليونانية فبالتالي دول ضد بعض الفرسيين والصدوقيين قاعدوا فترة كبيرة ضد بعض لحد ما اتفقوا في حاجة واحدة ان هم يقتلوا المسيح يعني هي دي الفترة الوحيدة اللي اتفقوا فيها مع ان هم الاتنين طول حياتهم ضد بعض لما يهوز المكابي قام بالثورة بتاعته استقر الحكم تاني في ارشاليم وابتدى الناس اللي بعده يعملوا معاهدات مع الحكام اللي جنب بعده في الدولة اليونانية وبعد كده جات الدولة الرومانية وجيه قائد في منطقة ارشاليم اسمه بومبي القائد بومبي ده كان قائد روماني استعام به اخر رؤساء الكهنة اللي كانوا موجودين في الوقت ده في ارشاليم عشان يحل نزاع بينه وبين واحد تاني لان هم قلنا كانوا بيتخنقوا على المناصب بالرشوة كانوا بيدوا فلوس للحكام عشان ياخدوا منصب رئاسة الكهنود فجيه بومبي وهو كان قائد روماني وضحك عليها مهمة الاثنين واحتل ارشاليم بالقوة ومن الوقت ده كانت صارت ارشاليم مقاطعة من مقاطعات المملكة الرومانية والكلام ده كان سنة 63 قبل الميلاد قبل ما ندخل في المرحلة اللي بعد كده ناخد بسرعة كده احنا مشينا لحد فين في الممالك نبتدي من اول المملكة الموحدة قلنا مملكة الموحدة ايام شاول دقود وسليمان استمرت 120 سنة تقريبا بعد كده نقسمت المملكة مملكة شمالية انتهت بسابي اشور سنة 722 ومملكة الجنوبية انتهت بسابي بابل اللي ابتدى سنة 586 كورش الملك ابتدى يرجع الناس للسابي بعد ما انتصر على مملكة بابل وابتدى اول فوق يرجع بقيادة زروب بابل سنة 536 وقلنا دي مملكة يهوزة او المملكة الجنوبية هما دول الفضل محتفظين بالتقاليد والعادات اليهودية حتى عزرة لما الناس رجعت ابتدى يعدهم ويكتب انسبهم واللي ما كانش عارف نسبه ما كانش يقول مين ابن فلان ابن فلان ابن فلان ويرجع النسب بتاعه الاصله كانوا يحسبوه دخيل عشان كده طلع مصطلح اسمه الدخلاء اليهود الدخلاء يعني ممكن يكون اليهود ما يعرفوش اصلهم او يهود من الشعوب التانية دخلوا اليهودية واختتنوا ولكن اصلهم مش من الاصباط بعد ما رجعوا من الساب يفضلوا تحت حكم المملكة الفارسية لحد ما قامل اسكندر وانتصر على مملكة فارس واخت كل المقاطعات ومنهم المملكة مملكة اليهودية تحت تحت مملكة اليونان منها ورشالين يعني منطقة اليهودية اصبحت مقاطعة يونانية وانا استمر الحكم لحد انتيخوس ابي فانوس تقريبا سنة 166 او 167 لما قامت الثورة المكابية ضده لانه دنس الهيكل وابطل الشريعة اليهودية وابطل عوايد اليهود من الختان والزبايح ولما قامت ثورة المكابيين يهوزة المكابي اللي هون هو ابن متاتيا الكاهن اللي اتدى الثورة ولكن كمل قيادتها بعد موت متاتيا انتصر على الانتيخوس ابي فانوس والقوات بتوعه والناس اللي جون بعده فضلوا بيتنازعوا على السلطة وياخدوا السلطة من بعض برشاوي من قبل الحكام لحد ما قامت المملكة الرومانية ودخل بومبي الى ارشاليم وضم اليهودية للمملكة الرومان سنة 63 قبل الميلاد بعد ما اليهودية اصبحت مقاطعة رومانية نسمع عن واحد قام بعد كده اسمه هيرودس اللي بنقر عنه في انجيل مت وده في التاريخ اسمه هيرودس الادومي او هيرودس انتباتير وده كان من من شعب ادوم وادوم ده نسبة الى عيسو اخو يعقوب يعقوب طلع منه الاسباط اللي طلع منه اليهود او شعب بان اسرائيل ولكن عيسو اللي ما خدش البكورية عمل شعب اسمه شعب ادوم نسبة لعيسو فهيرودس ده كان من الادوميين ما كانش يهودي فبالتالي اول ما ملك هيرودس الادومي على اليهودية ابتدت الناس اللي فاهمين الشريعة وحافظين الشريعة يترقبوا المسيح اشمعنا بقى اشمعنا لما هيرودس الادومي جه حكم وبقى هو المتسلط على اليهودية ابتدى الشعب اليهودي يترقب المسيح احنا قلنا ان كل الناس اللي كانوا بيحكموا بعد السبي هما من شعب اليهود سواء هما شرعيين او بيغضوب الرشوة من الحكام مازالوا مش غرباء الجنس من نفس الجنس مازالوا يهود ولكن لما جيه هيرودس الادومي وبقى ملك على اليهودية الشعب اللي فاهم تدى انتظر المسيح لو رجعنا كده هنلاقي ان فيه نبوة قالها يعقوب في اخر سفر التكوين سفر التكوين سفر التكوين سفر التكوين سفر تسعة واربعين اي عشر يعقوب قبل ما يموت لما جيه بارك ولاد يوسف وجيه بارك ولاده قال النبوة دي قال لا يزول قضيب من يهوزة ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون والشيلون دي معروف انه هو المسيح فيعقوب قال ان يا جماعة لو الملك والحكم خرج من اليهود اعرفوا ان المسيح جاي وهي دي الاشارة اللي اتحققت لما ملك هيرودس الادومي والكلام ده كان سنة سبعة وثلاثين قبل الميلاد وفي عهد ييرودس الادومي جه المسيح دي خريطة كده توضحية ممكن ترجعوا لها في البرزنتيشن بيبين متاتيا الكاهن وولاده وصورة المكابيين مشت ازاي وبعد كده الحكام اللي جنب عديه لحد لما نوصل لواحد اسمه انتباتير وانتباتير ده كان ليه ولدين كان هيرودس واخوه وبعد كده هيرودس استولى على الحكم وكان ليه علاقة كويسة بيوليوس كايصر وبعد يوليوس كايصر جي واحد اسمه غسطس كايصر اللي نسمع عنه برضو موجود في في انجيل متة وانجيل لؤة اغسطس كايصر ورد ذكره في انجيل لؤة صحة التاني انه في ايامه اصدر امر بالاكتتاب هنعرف مين اغسطس كايصر وبعد كده تيباريوس كايصر ذكر في انجيل لؤة لما اتكلم عن ارسالية يحنى المعمدان بعد كده كولوديوس كايصر موجود في عمال الرسل ايام التلاميذ واخر واحد نيرون اشير عنه بكايصر في عمال الرسل 25 وهو ساعتها اللي كان موجود ايام استشهاد القديس بوتروس وبولوس نرجع تاني لنشأة الدولة الرومانية وانا نشأة الدولة الرومانية ابتدت في روما وكان حكام ملوك ابتدت الدولة دي تقوى ولكن قام قايصر واحد اسمه يوليوس قايصر وده كان اقوى واحد ابتدى يجمع الدولة الرومانية وابتدى يعمل جيش قوي يغزو بيها العالم وفعلا غزى معظم العالم اللي كان اليونان متحكمين فيه وبعت واحد اسمه بومبي لقرشاليم زي ما اتكلمنا عنه وفي وفي الوقت ده قام واحد اسمه انتي باتير اللي هو ابو هيرودس يساعد الرومان وبالتالي الرومان شلولو الجميل ده ولما استقر لهم الحكم الدولو هو يحكم مقاطعة اليهود او اليهودية وبعديه خلفوا ابنه اللي هو هيرودس او هيرودس الكبير هنيجي نتكلم عنه دلوقت كلمة قيصر نفسها جابوها من اسم يوليوس قيصر هو كان اسم يوليوس قيصر فاي حد كان ييجي بقى كان يسموه بعد كده قيصر بعد كده جي بعد اغسطس سموه اغسطس قيصر جي بعد تباريوس سموه تباريوس قيصر وهكذا يبقى سيد المسيح لما جيه جيه في عهد مين اغسطس قيصر واغسطس قيصر ده في التاريخ اللي احنا خدناه زمان هو القائد اللي حارب كيلوباترا وانطونيوس في معركة اسمها معركة اكتيوم البحرية وكان اسمه اكتافيوس لما انتصر اكتافيوس في المعركة دي وتقتل يوليوس كايصر سنة اربعة واربعين قبل الميلاد بقى هو الامبراطور وسمى نفسه اغسطس وبالتالي لو لاحظت هتلاقي التقويم اللي احنا شغالين به هو نفس اسام الابطرة دي ان هم كانوا بيقله نفسهم فعملوا شهر باسمه يوليو نسبة ليوليوس وشهر باسم اغسطس نسبة لاغسطس كايصر وده مذكور في اللقاء اثنين ايام الاكتتاب لما صدر امر من اغسطس كايصر انه اكتتب كل المسكونة فاخد يوسف مريم امرأته وراحه لبيت لحم عشان يتسجله هناك طيب تعالوا نرجع لهيرودس نتكلم شوية عن هيرودس الكبير ساعات كتير بنتلغبط هو ايه حكاية هيرودس في كذا هيرودس ذكر في العهد الجديد وفي صفر اعمال الرسل ففي ملخص سريع كده هنقوله ان هيرودس الكبير ده هو اللي احنا اتكلمنا عليه اللي اسمه هيرودس الادومي او هيرودس الكبير او هيرودس انتيباتير وده كان شخصية دموية جدا ولانه كان عايز يرضي اليهود بنالهم الهيكل اللي كان اتدنس وتهد منه جزء كبير ايام ستة واربعين سنة اتبنى الهيكل ده وانت تبنيه في ثلاث ايام هما يقصدوا السنين اللي قضاها هيرودس عشان يبني الهيكل وبالمناسبة الهيكل ده اتبنى ثلاث مرات اول مرة بناه سليمان وده كان الهيكل الكبير العظيم وكان مقاساته ضعف مقاسات خيمة الاجتماع وبعد كده في المرحلة الثالثة ورجع زرباب البناة تاني لما رجع من السبي في اول فوج بعد كده جي عنتي خس ابيفانوس ادنسه وهد منه جزء كبير بعد كده يهوز المكابي تهاره وابتد اقوم الزبيحة تاني ولكن كان متهدم فجي بقى هيرودس الكبير ده لما ملك على اليهودية عشان يرضي اليهود ويستقر ليه الحكم ابتدى يبنلهم الهيجر عارف ان ده موضوع حساس جدا بالنسبالهم فابتدى يبنلهم الهيجر هيرودس ده كان معروف عنه انه قتل زوجات كتير ليه وقتل ابناء كتير من ابنائه اللي كان بيقلق انه يقدر انه ياخد الحكم منه وكان بيقتر ولكن هيرودس لما مات ومات في الفترة اللي كان السيد المسيح فيها في ارض مصر ملك بعده تلاتة من ولاده وواحد تاني جابته المملكة الرومانية لانه قسمت اليهودية لاربع ارابع يعني ما بقاش ملك واحد يملك على اليهودية لا قسمتها لتلاتة واحد اسمه هيرودس في لوبوس وده اللي كان متجاوز هيروديا واحد اسمه ارخ اللاوس وده لمسكور في انجيل لقى صاحب الثالث ان يوسف لما رجع بالعائلة المقدسة بالعذرة السيد المسيح مرضيش يقعد في اليهودية لما عارف ان ارخ اللاوس ملك هناك بل رجع تاني وقعد في الناصرة لان عارف ان ارخ اللاوس ده كان شخصية دموية برضو زي ابو التالت من ولاد هيرودس اسمه هيرودس انتباس فاللاحظ ان كله اسمه هيرودس هيرودس في لبوس هيرودس انتباس يبقى فيه هيرودس الكبير وبعده اتقسمت اليهودية لاربع رابع عشان كان نسمع برضو لفظ رئيس ربع كان في لبوس رئيس ربع وانتباس رئيس ربع عشان كده نسمع اللفظ ده لان المملكة بتاعت تقسمت لاربع اجزاء جزء الارخ اللاوس قلنا وجزء في لبوس لو كان ميراته هيروديا وجزء الهيرودس انتباس هيرودس انتباس ده اللي هيروديا راحت تتجوزه وثابت جزء اللي كان عايش وده اللي وقفله فيها يوحنا المعمدان مذكور في مرقص ست قال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك هو ده هيرودس انتباس وهو ده اللي حبس يوحنا المعمدان وقتله وده موجود موجود في انجيل موجود في الاربع نجيل الانجيل متة ومرقص ولؤة بعد بعد المسيح ايام اعمال الرسل واحد نسمع عن واحد تاني اسمه هيرودس اللي مسك يعقوب الرسول وقتله بالسيف وبعد كده مسك بوتروس وحبسه في السجن والملاك طلعه ده اسمه هيرودس اغريباس الاول وده اللي مات لما الملاك ضربه لما شعب قال هذا صوت اله ليس صوت انسان فضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله وده موجود في عمال 12 بعد كده ملك واحد تاني اسمه هيرودس اغريباس التاني وده هنلاقيه في عمال الرسل اتحاكم قدامه بولس الرسول يبقى نرجع تاني نلخص الحتة دي عشان ما بتهش مننا في واحد ملك على اليهودية من قبل الدولة الرومانية اسمه هيرودس الكبير وده ملك على كل اليهودية ولما بنتكلم على اليهودية نبص على خريطة بنتكلم من اول فوق خالص حتى اسمها الجليل وتحت خالص اليهودية فهو ملك على كل دول وده كان اسمه هيرودس الكبير او هيرودس الادومي او هيرودس انتباتير وده اللي عهده حصل مسبحة تاعة اطفال بيتلح هو اللي عمر بقتل اطفال بيتلح وهو اللي قابل المجوس ومات لما سيد المسيح كان في مصر الملك زهر للعائلة المقدسة ليوسف نجار وقال له ارجع لان الذين هتلبون نفس الصبي كاتهلك فرجع ورقى ارخلاوس بيملك عوضا عنه فارخلاوس كملك على الجزء الجنوبي بس على اليهودية بس لان اليهودية ساعتها تقسمت لأربع اجزاء خدوا تلاتة من ولاد هيرودس ملكوهم وجابوا حاكم روماني حطوه في الجزء الرابع وبعد كده واحدة واحدة ارتدوا يخلوا السلطة في ايد الحاكم الروماني بس احنا دلوقتي يهمنا التلاتة دول انهم دول كانوا موجودين ايام السيد المسيح ممكن تقدروا ترجعوا للسلايد ده ولو في حد عنده استفسار ممكن يسجله وبعد ما نخلص ممكن نعيد هتين لما جاء السيد المسيح قلنا كانت الناس اللي فاهمين في النموس والشريعة مترقبين ان السيد المسيح جاي في الوقت ده ليه لان فيه نبوة قالها يعقوب سفر التكوين ان اول ما الحكم يخرج من يهوزة هيجي المسيح وده اللي كانوا مترقبين ومش عارفين انت ونقدر نربط ده بسهولة بشخصية سامعان الشيخ انه كان متوقعة عزيزة اسرائيل نقدر نربطه بحنة النبية اللي بونا اتكلم عنها في القداس انها كانت منتظرة فداء اسرائيل لانهم عارفين الوقت وكان معها ناس تانية وانتظرين فداء اسرائيل عارفين ان المسيح جاي في الوقت ده مش عارفين انت ونقدر نربطه لما هيرودس قابل المجوس في متة اتنين وسألهم اين يولد المسيح فقالوله بسرعة غير ما يدوروا في بيت لحمة اليهودية لانه مكتوب كده في النبي وانت يا بيت لحم يهوزة ارض افراطة دست الصغرى بين ولايات يهوزة ان منك يخر مدبر يارع شعب اسرائيل رأسا الكهنة والفرسيين اللي كانوا دارسين والكتبة فهمين وعارفين الزمن اللي هيجي فيه السيد المسيح بس همش عارفين هيجي امتى فقالوله طبعا هو هيجي من بيت لحمة يعني في المعرفة هم عشاء العشاء بس هم مع الاسف ما ادركوش المسيح لما جاء في بعض تواف اليهود هنذكرهم بسرعة ونرجع نربطهم بالأحداث اللي فاتت اول فئة الكتبة وانا دون نسخ الكتاب المقدس ومفسروه وانا ان الفئة دي ظهرت في بدايتها ايام السابي عشان يحافظوا على الشريعة فابتدوا ينسخوا الشريعة وهم في السابي ولما رجعوا في المرحلة التانية عزرا كان واحد بين الكتبة وهو من سبت لاوي ابتدى يجمع كل اصفار الشريعة اللي كانت موجودة يعني لحد الوقت ده الفئة التانية فئة النموسيين هم بقى متخصصين في اصفار موسى الخمسة يعني نسمع كلمة نموسيين نربطها بالنموس اللي هو اصفار موسى الخمسة ودول شايفين ان هم فيهم الكفاية وكانوا مهتمين بهم بس فئة الفرسيين والصدوقيين اتكلمنا عنهم ايام حكم المكابيين وايام ظهور الدولة اليونانية ولما الدولة اليونانية حبت تفرد العوايد والتقاليد اليونانية على الشعوب وبتالي تنشر عبادة الاوسان وطرق الخلاعة واللعب والعري في الرياضة والمسابقات الاغريقية فظهر فئة الفرسيين اللي شافوا نفسهم مفرزين من الشعب ونظرهم يحافظوا على النموس وعلى الشريعة ودي في بدايتها كانوا ناس كويسين جدا بيحافظوا فعلا على الشريعة وبيعلموا الناس ولكنهم زاغوا ايام السيد المسيح وابتدوا يبقوا ناس مرائين عشان كده نشوف ويلات اللي صبع عليهم السيد المسيح في اسبوع الاخير وقال للناس ان الفرسيين زي ما يقولوا لكم اعملوا لانهما بيعلموا تعليم كويسة ولكن اعمالهم ما تعملوش زيها لانهما مرائين فئة الصدقيين بقى وقلنا دي الفئة اللي كانت بتناصر الاغراكة انهم عايزين يبقوا متاغرقين زي الناس اللي بيظهروا من جيل الى جيل عايزين يواجبوا العصر وعايزين يتحضروا يخرجوا برا التقاليد يخرجوا برا العادات وبينصاقوا في ده لحد لما بيسيبوا ربنا خالص والصدقيين دول نتيجة تقربهم من الولاة والحكام اصبحوا من الطبقة الارستوكراطية يعني كانوا طبقة الاغنية اللي في اليهود وبالتالي نفهم ان معظم رؤساء الكهنة كانوا منهم لان ساعتها قلنا رؤساء الكهنة كانوا بياخدوهم بالرشاوي يعني اللي يدفع اكتر هو اللي يبقى رئيس كهنة وممكن السنة دي يبقى رئيس كهنة سنة التانية واحد يدفع اكتر يبقى هو رئيس الكهنة وهكذا عشان كده ايام السيد المسيح كان قيافة من الصدقيين وكان حنان حماه من الصدقيين وكدول كانوا اغنية جدا لان هما كانوا بيشتروا الوظيفة دي ونسمع كلمة رؤساء الكهنة دي جامعة معين المفوضة هو يبقى رئيس كهنة واحد لأ ساعتها ايام المسيح نسمع رؤساء الكهنة راحوا الفضار رؤساء الكهنة كلموا رؤساء الكهنة نسمع رؤساء الكهنة كتير في الاناجي وده بسبب ان هما كانوا بيتغيروا كل شوية عشان كل واحد بيدفع اكتر فبالتالي هو هو عايش ما ماتش يعني مش زي زمان زي هارون وابنه العازر لما مات هارون بقى العازر رئيس الكهنة وهكذا لأ بقى هما كلهم موجدين في نفس الوقت لانه بيشتروها بالفلوس وده بيبين مدى الفساد اللي كان فيه شعب اليهود ايام السيد المسيح وطبعا المنصب ده كان بيديهم اكتر امكانيات واكتر فلوس لانه هما كان من شغلهم محافظة على نظام الهيكل والدرايب والخزاين وكانوا بيبشروا اعمال الصرافة والمبيعات في الهيكل والزبايح وكان ليهم في كل حاجة تقريبا فكانوا بيغتنوا غناء فاحش وده طبعا الاخضب ربنا لما دخل الهيكل وطرد الباعة مرتين مرة في اول خدمته ومرة في اخر خدمته لانه قالوهم بيت بيت صلى الله يدعى انتوا جعلتهم مغارة لصوص لانهم كانوا حرامين استغلوا مناصبهم بعده تماما عن وظيفة رئيس الكهنة اللي كان ربنا محددها وابتدوا اشتغلوا في حاجات تانية والفئة دي بقى ما كانت بتؤمن انه ليس قيامة وراحوا كلموا المسيح كتير في موضوع ليس قيامة لما قالوله ان في واحدة ست اتجاوزت واحد والراجل ده مات بعد كده جي اخوه يتجاوزه حسب الشريعة عشان يقيم ناس للميت بس مات وجي واحد اخوه تاني يكون ناس للميت بس هو كمان مات وكانوا سبع اخوة فقالوله بدان في القيامة بقى ايه رأيك انت في اي واحد بقى هيكون جزهة في القيامة فطبعا المسيح اللي هم تضلون از لا تعرف القطب انهم يكونون كمال ايقات الله في السماء فالصدقيين مع الاسف اللي كانوا من رؤساء الكهنة ما كانواش بيؤمنوا بالقيامة ولا يؤمنوا بملايك ونشوف من وصف الفئتين زي ما قلنا ان الفرسيين ضد الصدقيين على طول الخط يعني دول ما نهمش علاقة بالشريعة الفرسيين لا بيحافظوا على الشريعة ازا ما كانوش بينفزوها بس بيحافظوا عليها وعرفينها وحافظوا وكانوا بيؤمنوا بالقيام عشان كده لاقي في اعمال الرسل لما بولس كان بيتحاكم وبص لقى في فئة فرسيين وفي فئة صدقيين قام في النص كده وبزكاء قال لهم انا هنا احاكم من اجل قيامة الاموات فالاتنين قاموا على بعض يتخنقوا الفرسيين قالوا احنا مش لقين فيه علا يلموت ده راجل ده كويس والصدقيين قاموا وعايزين يقتلوه فهم اتخذوا مع بعض وتلعبوا لس منها والموقف الوحيد اللي اتحدوا فيه اتحدوا عشان يقتلوا المسيح الفئة اللي بعد كده بنتكلم عنها فئة الهيرودسيين ودول مش فئة دينية دول فئة سياسية ويدينوا بالولاء لهيرودس وبعض منهم كان بيتعاين في اللي هما جبات الدرائب اللي هما العشرين لان هما بيدينوا بالولاء لهيرودس وللدولة الرومانية فبالتالي بياخدوا منهم العشرين لان العشرين كانت وظفتهم ساعتها ان هما يجمعوا درائب لهيرودس لان هيرودس عشان يبقى ملك كان وظفته ان يدي فلوس كل سنة لروما وروما تديله بس وتديله جنود ان هو يلم بقى الدرائب دي براحته بس المهم يورد لهم والقيمة المتفق عليهم فكان طبعا هيرودس والقواد اللي معاه يلموا اكتر كتير مما فرد لهم زي ما المسيح كان يوحنا كان بيتكلم العشرين يقولهم لا تستوفوا اكتر مما فرد لكم يعني خدوا الدرائب اللي الدولة عايزها ما تنصبوش على الناس ولما جي زكى العشار قال له اذا قدت وشيت باحد او ظلمت احد ارد اربع اضعاف ان هما كانوا بيظلموا بياخدوا اللي هما عايزينه بالقوة ولكن في الاخر بيدينوا للولاء لهيرودس وهيرودس بيدين الولاء للدولة الرومانية دي نظرة سريعة عن الوقت اللي كان السيد المسيح موجود فيه او جي فيه عشان ناخد خط زمني كده بسرعة نتكلم عن ابراهيم لما تكلمنا عن ابراهيم قلنا ان تقريبا ابراهيم كان عايش الفين سنة قبل المسيح بعده كان موسى كان الف وخمسمائة سنة قبل المسيح الحدث اللي بعده كان مملكة داود كان الف سنة قبل المسيح الحدث اللي بعده كان سابي بابل كان خمسمائة سنة قبل المسيح وبعد كده من بعد سابي بابل اتكلمنا عن الحجبة الزمنية اللي بين سابي بابل وبين المسيح في التقريبا الربعمائة وخمسين سنة اللي كان فيها حكم الممالك من مملكة فارس لليونان لحكم المكابيين لمملكة الرومان لمجيء المسيح كان فترة ربعمائة سنة ربعمائة سنة دول بيسمونه فترة الصمت لان اخر نبي كان موجود اللي هو كان حمية تاريخيا والانبياء اللي كانوا جوم بعد السابي هم زكريا وحجاي وملاخي ودول اتكلموا اه اتكلموا عن حق ربنا في في الهيكل وفي الزبايح وفي البنى فيه سلايد هنا كنت عايز اوارهه لكم اللي هو مقسم الانبياء فعشان نلخصهم بنقول ان حجاي وزكريا وملاخي جوم في فترة بعد السابي واخرهم كان حمية اللي كان قلنا سنة ربعمائة وربعين تقريبا لما بنى الصور وفيدل هو اللي بيحكم شعب اليهودية لحد الامامات وبعد كده ابتدوا اه يتوارسوا السلطة حد ما وصلنا لانتيخس ابي فانس ومن ساعتها ابتدوا ياخدوا السلطة بالفلوس لحد ما وصلنا لحنان وكيافة قبل ما اختم بس عايز ادي نظرة سريعة على موقع الانبياء اللي جم في العهد القديم وقلنا ان الانبياء الصغار هم اتناشر نبي والانبياء الكبار هم اربعة انبياء الكبار هم حسقيال ودانيال و اه ارمية و اشعية ولو بصينا في الدياجرام ده هنلاقي ان اشعية كان موجود ايام اه حزقية المالك في المملكة الجنوبية وده معناه ان هو ايام من قسام المملكة دانيال اتاخد في اول سابي ده معناه ان هو راح سابي بابل ده من انبياء السابي حسقيال اتاخد في المرحلة التانية وده يبقى انبياء السابي ارمية كان موجود في المرحلة التالتة بس ما راحش السابي معاهم فيضل في اليهودية وخدوا الارض مصر في الرجوع من السابي كان فيه عزرة ونحمية وفي الوقت ده حصلت قصة تاعت استير والانبياء اللي بعد السابي كانوا حق جاي وزكريا ومالخي وبكده وصلنا من نحمية اخر واحد لحد ما ابتدى يحنى المعمدان يكرز ببشارة الملكوت وده كان يسمون نبي العهدين اللي هو حسب نبوة ملاخي هأنا أرسل أمامك ملاكي اللي هيئة طريق قدامك اللي تقلت عن يحنى المعمدان اللي جه قبل المسيح بست شهور يهيئة طريق قدامه لحد لما جه المسيح الرئيس حسب نبوة دانيال في الإصحاح التاسع لإلهنا المجد الدايم إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر